هذا الكتاب جاء لتلبية حاجة ملحة لدى القارئ المغربي والنقبة المغربية أساسا في يعني التعرف عن كثب على ما يجري في المشهد السياسي الإسباني المتحول والذي عاش عدة هزات متوالية منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم ومست عدة دول منها إسبانيا والتي أدت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة داخل إسبانيا هذه الأزمة الاجتماعية أدت بنا إلى تغيرات داخل المشهد السياسي الإسباني بدخول أحزاب جديدة تأسيس أحزاب جديدة ودخول فائلين جدد إلى المشهد السياسي الإسباني كلنا نتذكر ولادة حزب بوديموس كلنا نتذكر كيف تحول حزب صغير داخل إقليم كتالونيا كان يحمل اسم سيودادانس إلى حزب وطني باسم سيودادانوس كيف عاش الحزب الشراكي الأممالي الإسباني هزات وانقلابات داخلية أدت إلى ظهور قيادات جديدة لعل الإسم البارز فيها هو بيدرو سانتشيز رئيس الحكومة الإسبانية الحالية هزات أيضا مسات الحزب الشعبي المخاضات الكبرى التي عاشها هذا الحزب ثم كيف أن إسبانيا تحولت إلى مادة داستيمال لنشرات الأخبار العالمية من خلال أزمة كتالونيا التي هي أيضا نتاج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأيضا لتقوي تلك ربما التوجهات الانفصالية داخل كتالونيا التي استفادت من الواقع المزري الذي أنتجته الأزمة الاقتصادية وما ترتب عنها من أزمة اجتماعية اليوم لدينا لقاء مع باحث مغربي التي يهتم بشؤول إسبانيا وهو باحث قام بدراسة قام بدراساتها تعلق بإسبانيا من 2008 حتى 2013 والمركز المغاربي للدراسات والأبحاث في مجال الإعلام والاتصال لقاء على أنه يسلط الضوء ويهتم بهذه الدراسات لأنه لدينا دراسات نادرة فيما يتعلق بإسبانيا إسبانيا تعرفونا ونحن لن نعرفوها عن عمق لذلك ارتأينا على أن هذا الكتاب جادير بأنه خصص له أندوى بحثية يقدم لنا فيها الكاتب تعريف بهذه الدراسة التي قام بها وهي دراسة حسب الاطلاع على الكتاب تبين لنا بأنها دراسة جاديرة بالاهتمام والكتاب جادير بالانتشار الواسع على أساس أنه يفتح الآفق جديدة لدراسات أخرى حول إسبانيا إسبانيا الجار إسبانيا التي نتشاركه معها في العديد من التاريخ في المصالح في التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراب لذلك فإسبانيا جاديرة بالاهتمام وهذا الكتاب قررنا على أنه نخص له جلسة في إطار هذا المعرض الكتاب الدولي المركز المغاربي له عدة أنشطة طيلة السنة ونهتم في مجال خاصة الندوات أو في مجال الاهتمام بعض الكتوب والإصدارات البغربية لكتناول قضايا تهم الإعلام تهم السياسة لذلك هذا المجهود هذا اللقاء اليوم يندريش في إطار الأنشطة المغربية للدراسات والإعلام والاتصال اليوم توقع الكتاب برواق الجالية المغربية هو كتاب دو أهمية كبيرة لأنه إسبانيا كجار وكشريك اقتصادي وسياسي إلى غير ذلك لأنه معه علاقة كبيرة جدا ولكن ربما الكتابات التي تدور حول إسبانيا تحلل الوضع السياسي إلى غير ذلك ربما هي لا ترقى إلى مستوى ذلك التشابك وذلك العلائق التي تربطون بإسبانيا ربما هذا راجع إلى عام اللغة ربما راجع إلى أسباب ربما أخرى ولكن راهنية وأهمية الكتابات حول إسبانيا كما يشير إليها صديق نبيل دروش يعني مهمة جدا وربما تسعف الجميع في التحليل وفي الفهم سواء من رجالات سياسة من المهتمين الصحفيين وحتى المواطنين بصيفة عامة وربما هو المجهود الذي يقوم به نبيل دروش من أجل تحليل وتسليط الضوء على ما يقع بالجار الإسباني هو عمل وجود خاص نتمنى أن يرقى إلى مستوى ربما فرق البحث والتتبع إلى غير ذلك وإحنا كدار الفاصلة نهتم بالشأن المحلي والشأن العالمي وخاصة بإصدارات الكتاب ديوننا المتخصصين في مجالات السياسية والاجتماعية والعلوم الإنسانية والأدبية إلى غير ذلك منفتيحون على هذه المبادرة لما لها من أهمية في تنوير الرأي العام الوطني